تامر حسني قال نصة إيه؟ إن أول حفلة وأجمل حفلة شفتها في حياتي كانت في اسكندرية إيه القصة؟ تامر حسني كان في اسكندرية وعمل حفلة في كلية أداب جمعة الاسكندرية وتقريباً دي آخر حفلة ليه في الصيف أو قبل الأخير لأنه عندها حفلة للأسبوع الجاي في تجارة والتعليقات اللي كانت موجودة كانت دي عمل ألبان في الأردن في جرش؟ ولا قبل يا؟ علشان في حفلة هناك وتذكره غير طيب عمر دياب أنا آسف عمر دياب عمل أزمة كبيرة السور وطلع بلوك وفي جامهير كتير والمعجبات بقى مش أقول لك ما شاء الله تتوقع إيه؟ دول بشر؟ آه ما شاء الله ما عندهمش كورونا؟ كتير لا 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 قربوس ما فيش جلس ولازقين في بعض اللازق المنايلة دي ده أنا مش شاف جلس دول خلاصوا كورونا وخلاصوا كل الفيروسات شو بقى لولوه بقى طبعاً لا بس فيه سيطرة جامدة الحمد بالله ده تعليقات الناس طبعاً توتا دياب بتقوله أوكي وهو بيقول حتى كمان بيقول لك من أجمل حفلات حياتي وكل تحياتي وشكري لشباب كلية أداب جامعة اسكندرية طاقة رهيبة وبيوعد أنه ما والسؤال الأهم كل دول هيتخرجوا من أداب يعملوا إيه؟ ما يكون الأقدام إذا كانوا دول طلاب كلية أداب لا وظيف كتير هيحضروا حفلات كتير عندنا خبر حالي